أنه لم يكن لمجلس محافظة صلاح الدين دوراً حتى يكون ضعيف كاد يكون ميت في هذا المجال أقصد النازحين يعني لأنه من أول جلسة عقدت بعد اشتياه داعش لهذه المناطق ناشدنا وناشدت أنا المتكلم بقوة لعقد جلسة طارع أو جلسة اعتيادية تكون بمستوى المسؤولية لمجلس محافظة صلاح الدين تلقي بظلالها على أولاً إخراج الرهائن اللي هم نازحين الآن ثم عودة النازحين ثم تحرير بقية المناطق والتعامل مع هذا الملف بمحاور سياسية وبقوة الحكمة وليس بحكمة القوة ولكن رئيس المجلس كلما نقدم له طلب لعقد جلسة بهكذا ما يعقد الجلسة وعلى مدى سنة ونصف لم يعقد جلسة اعتيادية أو طارئة لعودة النازحين وهذا الذي دعانا وأنا أتكلم عني شخصياً حقيقة لم يكن لي خلاف معه شخصياً أبداً ولكن طلب الوحيد الذي عرق له هو عودة النازحين بعقد جلسة أن تكون جلسة بمستوى المسؤولية لعقد جلسة طارئة أو اعتيادية لمناقشة عودة النازحين ويهمل هذا الطلب ولا أعرف ما السبب ما أعرف ما هو الدافع لهذا الأمر إنما الدوافع التي جعلتنا أننا نطالب بقوة لعودة النازحين هو الدافع الإنساني البحث الذي يجب أننا تكون هذه النقطة هي نقطة مشتركة في صدور كثيرة في كل أعظام مجلس المحافظة ولكن للأسف لم نجد تعاون بالبتة من رئيس مجلس المحافظة وهذا الذي حدانا بنا شخصياً أنا أتكلم أنا بدأت أؤيد إقالة رئيس مجلس المحافظة وأنضم صوتي إلى الأصوات التي تنادي بتغيير رئيس مجلس المحافظة لغرض إعادة هوية المحافظة وهوية النازحين ترجمة نانسي قنقر